إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا الله خالق كل شيء وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فإذاً كل شيء مخلوق كل مقدر مخلوق كل قدر مخلوق كل شيء يحدث في الكون من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى ثالثاً مرتبة المشيئة كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته ومشيئة الله صادرة عن حكمته ورحمته وما وقع مطابق لعلمه السابق في اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة وما لم يشأ لم يكن فلا يخرج عن إرادته شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما شاء الله يخلقه الذي يشاءه يوجده وهذه المرتبة الرابعة الإيجاد والخلق قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فنؤمن بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه وكل ما سواه مخلوق والله خلق العامل والعمل خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ما يجري من خير أو شر وكفر أو إيمان أو طاعة أو معصية شاءه الله وقدره ونؤمن بأن هذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد فهناك أشياء يعملها ربنا مباشرة هناك أشياء يعملها العباد والله خلقها فكل ما يقوم به العباد من الأقوال والأعمال والتروك معلوم لله مكتوب عنده ومخلوق والله قد شاءه وأراده وخلقه قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقال والله خلقكم وما تعملون لكن مع إيماننا بأن الله تعالى خلق أفعال العباد فإننا نؤمن أيضا كما أخبر عز وجل أن العباد مشيئة واختيارا وأن لهم فعلا حقيقيا وعملا وأنهم ليسوا مجبورين على أعمالهم فلو شاء الواحد أن يصلي صلة ولو شاء أن لا يصلي ما صلة ولو شاء أن يشرب الخمر لشربه ولو شاء أن يتركه لتركه وهكذا إذن هذه المشيئة التي بناء عليها يحاسبون ولو كان الأمر أنهم لا اختيار لهم ولا مشيئة ما حاسبهم ولذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا وصل الأمر بالعبد إلى أن يفعل شيئا بغير اختياره ورغما عنه وبالإكراه وبالإجبار وبالقوة فإن الله لا يحاسبه على ذلك فالعباد يفعلون ما يشاءون لهم مشيئة واختيار يفعلون يعني أفعالهم بمشيئتهم لكن هذه الأفعال وهذه المشيئة كلها مخلوقة خلقها الله خلق الفاعل والفعل والعامل والعمل وخلق الشاء ومشيئته سبحانه وتعالى فليس في كتابة الله تعالى وتقديره إذا منافال مشيئة الإنسان واختياره لأن الله كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق وما يترتب على ذلك ولم يجبره عليه بل هديناه النجدين وبيّن له طريق الخير وطريق الشر وخلّا بينه وبين نفسه قال له اعمل وهو يختار ما يريد من غير إكراه ولا إجبار فمن كمال علم الله تعالى وعظمته أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وعلمه بحيط بما في السماوات وما في الأرض وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه عز وجل علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب كل حركة من حركاتها في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير طيب أمس ذكرنا للوح المحفوظ أسماء ما هي أم الكتاب كتاب الإمام المبين الذكر كتبنا في الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في الأحوة المحفوظ أن الأرض يرث عبادي الصالحون قال كثير منهم في السرين أرض الجنة طيب أيضا ما باقي الكتاب المبين والإمام المبين أم الكتاب أم الكتاب والإمام المبين والذكر واللوح المحفوظ قال عز وجل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها من قبل أن نجدها في الواقع هي مكتوبة إن ذلك على الله يسير وذكرنا أن هناك فوائد لهذه الكتابة أن يسلم العبد لا يطغى إذا أتاه الله مالا ولا ييأس أو يأسى إذا فاته شيء من الدنيا لذلك مكتوب مقدر من قبل أن يخفق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فعلامة على ماذا يعني يكون الأسى خرص أي شيء يحدث مصيبة فهي مكتوبة من زمان شيء مقدر مكتوب ومفروغ منه وجف القلم بعد ما كتب القلم المقادير جف القلم على علم الله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وعرشه على الماء يعني كتب المقادير القلم خلق القلم وكتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وبهذا يستدل على أن العرش سابق على القلم خلق العرش سابق على خلق القلم وقد قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فهو سبحانه كتب مقادير الخلق حين كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها كما قلنا في الحديث إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فليس القلم أول مخلوق لكن معنى الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب وليس القلم أول مخلوق وإنما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكانت الكتابة بعد خلق القلم مباشرة وأما العرش مخلوق قبل القلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة رواه الإمام أحمد وحديث صحيح وهذا ذكره أهل العلم كابن تيمي رحمه الله في الصفدية وكما في بغية المرتاد وشفاء العليل بن القيم ورسالة العرش للذهب رحمه الله طبعا هذه المعلومات ثروة كبيرة وفرصة للعباد من رب العالمين يعني نحن لا شهدنا ما رأينا ولا حضرنا وكيف نستنبط هذا ما يمكن ولذلك كل هذه المعلومات ثروة ورزق من الله الآن البشرية تخوض في قضية بدء الخلق كيف بدء الخلق كيف بدء الخلق ما عندهم نظريات وأشياء تكهنات تخرصات توقعات كلهم يقولون فيه نظرية تقول فيه نظرية تقول وفيه نظرية تقول ونحن عندنا العلم الأكيد تصوروا يا أخوان يعني نحن المسلمين عندنا العلم الأكيد بالقضية الغيبية ما شهدناها لكن هذا من الله وهذا فائدة الإسلام والدين أن عندك يا مسلم علم يقيني والذي عند غيرك من الكفار الذين تكلموا عن بدء الخلق تخرصات وبعض ملاحدة ويقولون بالانفجار والبيكبانك وما الانفجر ما الذي قبل الانفجار العظيم قالوا عدم لا شيء ما كان فيه شيء ما الذي انفجر قالوا خلية صغيرة طيب هذا خلية كما قلنا شيء في التكهنات وتخرصات كيف انفجرت طفرة ما الذي طفرها ما الذي انطفر ما فيه ولذلك ظنون وتخمينات وكثير منها طبعا باطل باطل